نعم يعني سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في آخر التصريحات لها أنها قصفت مدينة القدس المحتلة بعدد من الصواريخ ردا على اغتيال عدد من قادتها صباحا عفوا ليلة أمس إضافة إلى ذلك قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها بعد أن نعت الثلاثة من قياداتها الذين اغتالهم جيش الاحتلال في رفح جنوب القطاع قالت إن دماءهم لن تذهب هدرا وإن شمس هذا النهار التي تشرق على فلسطين لن تنقضي إلا وقد رأى شعبنا ما تطمئن به نفسه وتقر به عينه وهذا ربما دليل على أنه سيكون هناك رد قوي من قبل حركة الجهاد الإسلامي ردا على اغتيال قادتها الثلاثة في رفح ليلة أمس وتؤكد أنها سوف تستمر في المقاومة وفي إطلاق الصواريخ ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق قطاع غزة وبحق أيضا قادتها وأفرادها ومواقعها داخل قطاع غزة في هذه الأثناء هناك استهداف من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي لأحد الأهداف في خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أن استهدفت الطائرات أيضا منزلا سكنيا وسط جباليا شمال قطاع غزة والحديث الأول يتحدث عن انتشال شهيدة وعدد من الإصابات جراء استهداف المنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وهذا المنزل تم استهدافه بواسطة الطيران الحربي دون أي إنزار للسكان بالإخلاء وهذا يدلل على أن الجيش يهدف إلى إقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين معروف أن المخيمات هي أماكن ممتلئة بالسكان ويقتنها اللاجئون داخل قطاع غزة وأي غارة داخل أي مخيم توقع عدد كبير من الإصابات والشهداء حتى اللحظة الحديث عن شهيدة مسنة وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في بداية اليوم الثالث للعملية العسكرية أتكيد سأعود إليك القطاع غزة